السلام عليكم عزيزي طلاب الصف السادسة الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل كتاب الدراسات الإسلامية مادة التوحيد واليوم بإذن الله تعالى معنا الدرس الثاني شعب الإيمان كنا في الدرس السابق تكلمنا عن الإيمان وأركانه وحكم منكره اليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن شعب الإيمان المرد بشعب الإيمان هي الخصال الإيمان سواء كانت هذه الخصال اعتقادية أو قولية أو عملية اعتقادية تكون بالقلب قولية باللسان وعملية بالجوارع عدد شعب الإيمان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن شعب الإيمان أكثر من ستين شعبة والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أنواع شعب الإيمان تنقسم شعب الإيمان إلى ثالثة أنواع شعب القلب وشعب اللسان وشعب الجوارع تعالوا نتعرف معا على كل شعب من هذه الشعب النوع الأول شعب القلب ومثاله الإيمان بأركان الإيمان الستة ومحبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والحب في الله والرجاء لثواب الله والخوف من الله هذه كلها تندرج تحت شعب القلب أما النوع الثاني فهو شعب اللسان وما تعلق بما يخرج من اللسان مثال ذلك قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله التي هي أساس الإيمان وتلاوة القرآن الكريم تكون باللسان وذكر الله سبحانه وتعالى وتحميده وتسبيحه والتهليل كل هذه الأفعال من شعب اللسان النوع الثالث وهو شعب الجوارع مثال ذلك الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وكف الأذى هذه تتعلق بشعب الجوارع نعمة الإيمان من أجل النعمة التي يمن الله بها على من يشاء من خلقه وأعظمها قال الله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين نشاط واحد أكمل الخريطة بما ينسب شعب الإيمان كما قلنا تنقسم إلى ثلاثة شعب شعب القلب وشعب اللسان وشعب الجوارع شعب القلب وتشمل على خصال الإيمان الاعتقادية مثل الخوف من الله الحب في الله الرجاء لثواب الله وفي شعب الجوارع خصال الإيمان العملية وفي شعب اللسان خصال الإيمان القولية كما قلنا من خصال الإيمان الاعتقادية التي تتعلق بالقلب الخوف من الله عز وجل الحب في الله والرجاء لثواب الله وأيضا محبة الله من خصال الإيمان القولية التي هي باللسان تلاوة القرآن الكريم وذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء هذه كلها من شعب اللسان أو من خصال الإيمان القولية أما خصال الإيمان العملية وهي تتعلق بالجوارع مثل أعمال الجوارع مثل الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وكف الأزى وبر الوالدين هذه كلها من أعمال الجوارع أو من خصال الإيمان العملية نشاط اثنان أتحاور مع مجموعة في الوسائل المعينة على زيادة الإيمان هناك وسائل كثيرة معينة على زيادة الإيمان منها مصاحبة الصالحين هذه تساعدنا على زيادة الإيمان أيضا تدبر آيات القرآن الكريم ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته التفكر في الكون من حولنا في السماء في الأرض في الجبال في الأنهار في الأشجار في الحيوانات والنظر في الأنفس في أنفسنا كما قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذا التفكر يؤدي إلى زيادة الإيمان أيضا الاكثار من ذكر الله والدعاء الذي هو روح العبادة للإنسان المسلم معرفة حقيقة الدنيا واعتبارها ممرا للآخرة أيضا هذا يعيننا على زيادة إيماننا نشاط ثلاثة عندما نخرج نزهة مع أهلنا فإننا نحافظ على البيئة بمالي نأخذ أكياس نفايات معنا في هذه النزهة نجمع النفايات بعد الانتهاء من النزهة ونضع النفايات في المكان المناسب لها كذلك نحافظ على البيئة بالمحافظة على المرافق العامة الموجودة في هذه البيئة أو في هذه النزهة ننتقل إلى التقويم والسؤال الأول عرف شعب الإيمان شعب الإيمان هي خصال الإيمان اعتقادية أو قولية أو عملية كما قلنا الاعتقادية متعلقة بالقلب والقولية يا أبنائي متعلقة باللسان والعملية متعلقة بالجوارع السؤال الثاني كم عدد شعب الإيمان كما بينا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن شعب الإيمان تزيد على ستين شعبة أكثر من ستين شعبة السؤال الثالث أمثل لشعب الإيمان المتعلقة بالقلب وباللسان وبالجوارع من شعب الإيمان المتعلقة بالقلب محبة الله عز وجل ورسوله والحب في الله والرجاء لثواب الله والخوف من الله هذه متعلقة بالقلب أما بالنسبة لشعب الإيمان المتعلقة باللسان فكما ذكرنا منها ذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء هذه كلها متعلقة باللسان أما بالنسبة للجوارح فهناك أعمال متعلقة بالجوارح مثال ذلك كما قلنا الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وإماطة الأذى عن الطريق كلها هذه أعمال بالجوارح هكذا أعزائي أولا بالصف السادس نكون قد أنهينا الدرس الثاني ألقاكم بإذن الله على خير مع الدرس الثالث نواقض الإيمان ومنقصاته لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته